أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبادية بوزارة الصحة والسكان انتظام صرف السفالدي لمرضى فيروسي المنتكسين ب254 مركزا للفيروسات الكبادية بالجمهورية وقال رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبادية بوزارة الصحة والسكان أن مرض فيروسي المنتكسين توفدوا على المراكز بكثافة في الفترة الأخيرة لافتا إلى أن العلاج يقدم لهم بشكل عاجل الجدير بالذكر أنه تم علاج 914 ألف مريض من فيروس سيب الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر عام 2014 حتى ديسمبر عام 2016 ووجود عقاقير مصرية لفيروس سيب بجودة أمريكية كالتي توزع في مصر حاليا وداخل منافذ وزارة الصحة كما أن عدد المرضى الذين قاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبادية خلال نفس الفترة بلغ 1.542.154 مريضا حتى الآن